أفدى مرسلنا بأن مجهولين فجروا سيارات لعناصر في حركتين حماس والجهاد الإسلامي في مدينة غزة التفجيرات كانت متزامنة وتمت بوسطة عبوات ناسفة وفق روايات الشهود وقد استهدفت ثلاث سيارات تعود لأعضاء في كتائب القسام الجناح المسلح لحماس وسيارتين لعضوين من سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي مما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات وذكر بيان لوزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة أن من وصفتهم بالعناصر الإجرامية فجرت عددا من السيارات التابعة لفصائل المقاومة في منطقة الشيخ ردوان شمالي غزة وخلفت أضرارا مادية التفجيرات التي وقعت صباحا اليوم في منطقة الشيخ ردوان واستهدفت عدد من سيارات تتبع لفصائل المقاومة الأجهزة الأمنية فور وقوع هذه التفجيرات باشرت التحقيق في الحادث وهذه التفجيرات يقف خلفها عناصر مشبوهة تعمل على زعزعة الأمن هنا في قطاع غزة ونؤكد بأن هؤلاء المجرمين والمشبوهين لن يفلتوا بجرمتهم